اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر ابتدينا نتكلم عن ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع الدهون وعملنا حلقتين الحلقة الاولى كانت عن ارتفاع LDL ودي اهم حلقة هسيب لك الرابط بتاعها تحت وعملت بعد كده حلقة كمان عن الدهون السلسية او تريجري سرايدز وازاي نتعامل معها وبرضه هسيب لك الرابط بتاعها تحت ودلوقتي جي معاد حلقتنا عن الطعام لو مريض بالفعل عنده ارتفاع في الكوليسترول خصوصا LDL ياكل ايه وما ياكلش ايه هنتكلم بخطوط عريضة كده نمشي عليها ولو استشارت الطبيب تغذية علاجية طبعا ده هيكون افضل وخلي بالك يا صديق العزيز انا هنا بتكلم عن مريض بالفعل عنده ارتفاع في الدهون عنده ارتفاع في LDL عشان لما اقولك نقلل اللحوم الحمرة تقولي ده اللحمة الحمرة فيها بروتينات وفيها حديد ومفيدة اقولك ماشي ده بالنسبة للانسان الطبيعي لكن انا هنا بتكلم عن واحد عنده مشكلة عنده ارتفاع في الدهون وارتفاع في الكوليسترول خصوصا LDL كمان ملحوظة ان الطعام ده احد اشكال تغيير نمط الحياة بالنسبة للمريض يعني لو واحد عنده ارتفاع في الكوليسترول لازم يكشف لان في بعض الحالات لازم ياخد ادوية في حالات تانية بنكتفي بنمط الحياة بس نزبط الاكل بتاعه والرياضة والوزن وما الى ذلك فكل حالة على حسب هي ايه لازم يرجع للدكتور بتاعه عشان يشوف هل لازم ياخد علاج ولا مش لازم وما تنساش بقى في البداية اعمل لي لايك للفيديو بداية كده قبل كل حاجة لازم نقلل كمية السعرات الحرارية ككل كمية الطعام اللي حضرتك بتاكلها ككل لازم تقل لان ده هيساعدنا في انقاص الوزن ودي احد الحاجات المهمة جدا لمريض ارتفاع الكوليسترول بالنسبة للحوم ناكل ايه وما ناكلش ايه المفروض نتجنب اللحوم الحمرة او نقللها جدا جدا لان اللحوم الحمرة فيها دهون مشبع ودي بترفع الكوليسترول وبترفع الLDL ولو لازم او ضروري تاكل لحوم حمرة فممكن ناكل جزء صغير ويكون متشفي كويس جدا مايكونش جواه سمين مايكونش جواه دهون وكمان طبعا ما تكونش مقلية في زيت وهنعرف مع بعض طول الحلقة ان ممنوع اي طعام يكون مقلي اصلا ممنوع كل الفرايد فودز كمان ممنوع البط ممنوع الوز ممنوع الحمام برضو دي لحوم دهنية وفيها دهون مشبعة كتير كمان ممنوع اعضاء الحيوانات زي الكبدة والمخ والفشة والحاجات دي كلها ممنوعة طيب تقولي طب ناكل ايه المسموح به ان احنا ناكل الدواجن الفراخ وطبعا بدون الجلد وبرضو ما تكونش مقلية ممكن كمان الارانب ممكن كمان الديك الرومي ده كله مسموح به كمان الاسماك مسموح بيها وده مصدر مهم جدا للأومجا ثري اللي ممكن يخفض الدهون الثلاسية زي مثلا السردين والمكريل التونة وزي السلامون فالاسماك مسموح بيها الجامباري والكابوريا والحاجات دي فمسموح بيها لكن بكميات قليلة شوية فيه بقى كمان دلوقتي حاجة اسمها مصدر بروتين نباتي حاجات كده مش مشهورة كتير في مصر لكن مع الوقت ممكن تنتشر حاجة زي الطوفو التمبة وفيه من منتجات الصوية زي السوي بيرجر ومنتجات الصوية كلها مفيدة طبعا الثقافة دي مش منتشرة عندنا في مصر لكن مع الوقت ممكن تنتشر زي برضو الفكهة الأسيوية اللي ما كانتش منتشر في مصر الكيوي والأفوكاتو والحاجات دي بدأت إلى حد ما تنتشر بالنسبة للبيض لو هتاكل بيض فهتاكل بيض البيض بس أما لو هتاكل البيض والصفار البيضة كاملة يعني فمسموح إلى تلات أو أربع بيضات في الأسبوع مش أكتر من كده بالنسبة للألبان ومنتجات الألبان فالممنوع هو اللبن كامل الدسم والإشطة ممنوعة والجبن الرومي ممنوعة وتقريبا جميع الجبن المصنعة كمان في جبن مصنعة يقولك مصنوعة من دهن نباتي أو من زيوت النخيل المهدرجة فأي جبن مصنعة ممنوعة لكن المسموح إنك تاكل جبن أريش دي ما فيهاش مشكلة وإنك تاكل لبن خالي الدسم أو زبادي قليل الدسم أو خالي الدسم بالنسبة بقى للسمنة والزيت والدهن فأولا السمنة البلدي السمنة البلدي ممنوعة لإن فيها برضو دهون مشبعة فممنوعة أو نقللها جدا 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 قدر الإمكان في برضو ناس تقولك السمنة البلدي مفيدة وفيها فيتامينات وفيها معادن وسعارات حرارية كتير أقولك ماشي لكن فيها دهون مشبعة وإحنا هنا بنتكلم على مريض عنده ارتفاع في الكوليسترول فممنوع السمنة البلدي بالنسبة لي وكمان طبعا ممنوع الطبخ بدهن الحيوانات في بعض الناس بتطبخ بالدهن فده برضو ممنوع كمان السمنة النباتي ممنوعة لان دي بيبقى فيها حاجة اسمها أو دهون متحولة ودي برضو دهون ضرة جدا فممنوعة كذلك اي مارجرين صناعي وكذلك مرأة الدجاج الحاجات دي كلها ممنوعة وبالنسبة للزيوت فالممنوع زيت جز الهند ده ممنوع وزيت النخيل هو كمان ممنوع لكن الزيوت المسموح بيها واللي ممكن تكون مفيدة كمان بس بشرط عدم تسخنها مفيش زيت يتسخن اولا زيت الزتون ده مفيد جدا بس زي ما قولنا يكون معصور على البارد ومايتسخنش زيت عباد الشمس زيت الدرة زيت الكنولة وزيت الصوية كل دي زيوت مفيدة بس ممنوع اي تسخين اصلا للزيت زي ما قولنا اي طعام مقلي ممنوع اصلا في حاجة اسمها زبدة نباتية وهنا انا مش بتكلم على السمن النباتي اللي هو ناتج من هدرجة الزيوت لا في حاجة اسمها زبدة نباتية زي مثلا السوي باتر من السوية برضو وفي كمان نات باتر اللي هي زبدة المكسرات بعض الحاجات دي ممكن تكون غريبة عليك شوية لكن مع الوقت ممكن تنتشر والزبدة دي مفيدة ومفيش منها مشاكل لكن السمن النباتي اللي هو كلنا نعرفه اللي معمول من هدرجة الزيوت ده ممنوع طبعا وضار بالنسبة للبقوليات معظم البقوليات مفيدة ومفيش فيها مشاكل ومسموح بيها فاصوليا بسلة عدس تاكل زي ما انت عايز مفيش منها مشاكل ان شاء الله والسمسم هو كمان مفيد والطحينة بتاعت السمسم مفيدة بالنسبة للنشويات والسكريات طبعا ممنوع الجاتو ممنوع الكروسو ممنوع الكحك والكيك الايس كريم الحلويات كلها بقى الشرقية والغربية والحاجات دي كلها ممنوعة رقائق البطاطس المقلية في الزيت ممنوع اللي بنقول عليها شيبس دي ممنوع برضو والساندوتيات الجاهزة اللي بنشوفها كلنا في الاعلانات دي برضو ممنوع وفي مبدأ اصلا اللي هو ان احنا نتجنب الحبوب المكررة او ريفايند جرينز الحبوب زي الامح مثلا بيبقى ليه قشرة او بنقول عليها ردة وبيبقى ليها لب داخلي وبيبقى ليها جنين فالمفروض احنا نستهلك الحبوب الكاملة يعني الدقيق الابيض ضار عشان كده لان مش بيبقى فيه ردة فالخبز الاصمر العيش الاصمر مسموح بيه ومفيد لكن العيش الابيض او الخبز الابيض ممنوع لانه مش مصنوع من الحبوب الكاملة فالفكرة كلها ان اي حاجة مصنوعة من حبوب مكررة يعني منخولة مفاهاش القشرة بتاعتها ده ممنوع اما الحبوب الكاملة فمسموح بيها ويبقى كده الرز بالكامل مسموح بيه الشوفان طبعا مفيد ومسموح بيه بالنسبة الخضروات والفكهة فطبعا الخضروات والفكهة مفيدين جدا معظمهم مسموح بيه طبعا معظم الخضار والفكهة بس يكون فرش اما الفكهة المعلبة اللي عليها بقى ممكن ساعات شرباط اللي عليها سكر اللي عليها اضافات تانية فده مش مسموح بيه او مش مفضل الفاكهة تاكلها فرش والخضروات تاكلها فرش واللي ممنوع بس جوز الهند في حالتنا ده ممنوع جوز الهند وزيد جوز الهند كمان بالنسبة للمكسرات فمعظم المكسرات مفيدة السوداني عين الجمل الفصدق البندق اللوز السمسم الحاجات دي مفيدة وفي رأي بيقول ان المكسرات دي لازم تكون نية عشان تبقى مفيدة اما لو كانت متحمصة فهتبقى غير مفيدة وممكن كمان تكون ضرة فانا دورت في النقطة دي ولقيت ان التحميص نعم ممكن يفقدها شوية من قيمتها الغذائية وممكن يزود شوية الدهون الضرة بيها لكن بدرجة لا تتعدى 10% فالخلاصة ان المكسرات مسموح بيها لو نية يكون افضل لو محمصة مفيش مشكلة وبرضو ممكن نتناولها ولكن النية افضل برضو بالنسبة للمشروبات والعصائر فطبعا المسموح بيه او احسن حاجة انك تشرب مية مفيش احسن من كده ولا اسهل من كده وممكن كربونيتة ووتر يعني دي مية فيها سي او تو بنقول عليها مية غازية بس مش نقصد بيها السودا واللي عليها سكر والحاجات اللي احنا عارفينها دي لا كربونيتة ووتر او على الاقل اشرب مية وخلاص وتجنط طبعا العصائر المحلاب الفركتوز والمحلاب السكر وما الى ذلك كمان الشاي الاخضر مفيد في حالتنا هنا مفيد اخيرا عسل النحل الطبيعي مفيد بيقلل او الدهن السلاسية وبيقلل الكوليسترول الدار اللي هو LDL وبيزود الكوليسترول النافع اللي هو HDL فمعلقة يوميا من عسل النحل دي حاجة مفيدة لمريض ارتفاع الكوليسترول واخر حاجة بقى في نظام غذائي اسمه Mediterranean diet او نظام غذائي البحر الابيض المتوسط الناس اللي حوالين البحر الابيض المتوسط يعني كانوا مشهورين به والخطوط العريدة بتاعته ان هما كانوا بيكلوا خضار وفاكهة كتير بقليات كتير الحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون كانوا بيكتروا من الحاجات دي وكانوا بيكلوا بكميات متوسطة او بسيطة الاسماك والدواجن ومنتجات الالبان وكانوا بيكلوا بكميات قليلة جدا جدا من اللحوم الحمرة فهم لقوا ان النظام ده مفيد للمرضى اللي عندهم ارتفاع كوليسترول وكمان مفيد للناس اللي عندها سكر من النوع التاني وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة لو في نوع من الطعام معين انا مذكرتوش في الحلقة وانت عايز تعرف هل هو بيزود الكوليسترول الضار ولا مش بيزوده ولا نافع ولا ضار اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم